قد تعاني بعض النساء والرجال أيضا من تصبغ الشفتين أو إما أن تكون داكنة مقارنة بلون الشفتين الطبيعيتين ويرزع ذلك لعدة عوامل منها طبعا كثرة التعرض للشمس بدون وضع واقل الشفاة وأيضا التدخين أو لأسباب مرضية أخرى فهل من حل تجميلية للتخلص من اللون الداكن للشفتين سيجيب عن هذا السؤال الدكتور أدهم منصور أخي الصائي جراحة تجميلية دكتور أدهم صباحك الله بالخير صباح الله أهلا وسهلا الآن موضوع التصبغات تصبغات الشفتين إيش الحلول الفاعلة لتفتيحها وأيضا المحافظة عليها أولا المحافظة عليها بالأكيد بالبداية منها نتجنب الأسباب بتأدي إلى التدخين ذكرتي شغلة مهمة كتير هاي كتير بيساوي تصبغ للشفاة التدخين تحديدا تدخين ومثله الصعوط ومثله الأشياء الثانية اللي بيستخدمها الواحد حتى إذا متعود يحط دائما الألم بالفن كمان ممكن هاي تساوي تأثيرات بالتصبغ في نقطة مهمة تانية هي التقدم بالعمر التقدم بالعمر بيزيد تصبغ الشفاة لذلك بيصير داكن أكتر هلأ في عوامل أخرى وفي عوامل وراسية بتزيد التصبغ هاي ما منحسنا ندخل فيها بس الأشياء منحسنا ندخل فيها من حاول نعالجها بالبداية يعني التدخين على الأقل نخلي السيجارة دائما بعيدة عن الوجه وبعيدة عن الشفة ما دائما موجودة إذا استخدام بعض المساحق والمواد اللي مثل أحمر الشفاة بيكون فيها مواد بتساوي ترسبات بتساوي تصبغ بده يتجنب المواد اللي غير معروفة والغير صحية يعني أحمر الشفاة أحمر الشفاة إذا كان الصناعة تبعه مطبية ومراقبة ممكن يساوي تصبغات أيضا بعض الأمراض ممكن تساوي تصبغات أحيانا الميلانومة بتجي بتصبغات بالشفة أحيانا تصبغات طبيعية بتصير بالشفة هاي العلاجات الثانية مستخدمة خلينا نبدأ إذن في موضوع العلاجات وتحديدا يعني أنا عارفة أن احنا يمكن أن مطرحنا موضوع تحدثنا عن النساء بس احنا على الأقل عندنا أحمر الشفاة ممكن يخبي بس كمان في نسبة كبيرة من الشباب اللي يمكن يدخنوا تحديدا عندهم تصبغات كيف ممكن أو ايش هي العلاجات المتوفرة حاليا اللي تعالج هذه التصبغات الحقيقة التصبغات تحديدا موضوع شائك وصعب وكان كتير أول ما في نتائج بالعلاج تبعه اتطوروا الطرق كتير اتطور منها طريقة بالليزر طريقة بالحقن طريقة بالتأشير واحدة واحدة نبدأ الليزر الليزر أحدث شي هو الليزر CO2 الليزر CO2 فركشنا الليزر لا غير ساني اكسيد الكربون ساني اكسيد الكربون طريقة أخرى كمان للعلاج الحقن بغاز ساني اكسيد الكربون تحت الشفاة مثل ما منحقين تحت العين بيصير انتفاخ بسيط وبعد فترة دقائق بيروح وبيسرع التروية الدموية للمنطقة وبالتالي بيغسل المنطقة وبيخفف اللون في ذكاتر حذروا من الليزر هذا مو الليزر هلأ نحن عم نحكي على CO2 والغاز لا أنا نتكلم عن الليزر الليزر اذا ما كان بيد خبيرة بيعطي عكس النتائج كيف؟ الخبرة له كتير دور كبير بالCO2 الليزر CO2 الليزر الحديث نوع جدا دقيق ممكن يفتح ويعطي نتائج حلوة وخاصة اذا استخدمت بيد خبيرة واستخدم بعدها مواد وأدوية ومراهم معينة يعني عشان الناس اللي رح تروح تدور تدور على الليزر اسمه CO2 ليزر نوع خاص يعني اوكي اه يعني مش غير الليزر اللي هو لا مو الليزر CO2 العدي لا لا غير غير اذا ايش يعمل؟ هذا ليزر خاص مش عن ندبات الحروق ندبات التجاعيد ندبات الجراحية وازالة التجاعيد اذا في حتى تشققات بالشفة او تجاعيد بالشفة بالعمر فعليا ايش يعمل؟ هلو يعيد بحيا خلايا مية؟ نعم بيساوي اعادة ريجوفينيشن بنشيط الكلاجين الجلد اللي موجود وبنشطه طبعا في عنا طريقة فعالة وجديدة كتير كتير الان حديثة دخلت طبعا مسجلة في الامارات وموافقة عليها في الامارات من نوفو مادة فيها هيرونيك أسيد من ريولوجي هاي المادة بتعطي تفتيح للون البشرة والانسجة المخاطية بالشفة هاي ايش ابر؟ هاي ابر ايوة مثل الفيلار تماما هلو بتدخل بس ونتائجها كتير كويسة ما تنفخ يا دكتور ما تنفخ؟ لا تنفخ شي بسيط شي بسيط طبعا هي تنحق بكمية قليلة طبعا بده يكون بكمية قليلة بدون تنفخ طبعا تجميل نساوي شي حلو ما بشي مؤنون نكبر الشفلاء الهدف هوني نحن التفتيح هي الحقيقة بتساوي شي كتير كويس فيها حمود أمينية خاصة فيها البرولين والسستين ومش بهم المواد هدول الأساسية هي بتعيد بتعيد نظارة وحيوية البشرة وبتعيد تنشيط الكولاجين طبيعي الموجود تتصبغ الموجود بيرجع يتراجع بس عشان الوقت كل واحدة نتائجها كم تستمر؟ الليزر الحقيقة نتائجه أطول بس بده ثلاث جلسات يعني كل شهر جلسة بس بيطول سنتين تقريبا وممكن يكون أكتر في بعض الأجسام أكتر أما الحقا عما تكون تقريبا بين ستة شهر والسنة يعني للسنة ونص مكسيمم بعض الأجسام تختلف فيها من شخص لشخص ثاني النتائج وبالتالي عما يكون هذا حسب طبيعة جسم الإنسان فيه نوع ثالث؟ فيه مرهام كريم إذا فيه جفاف بالبشرة فيه كريمات معينة إذا فيه ضمور بالجلد فيه مراهم مثل الكولاجين بندهنة بتنفخ الشفة بتكبرها وتعطي تفتيح للون بنفس الوقت بس هي فترة ساعات هاي خمسة ساعات يعني الواحد إذا عنده ظرف أو مناسبة أو مقابلة تلفزيونية ممكن يعني يعطي النتائج فيها بشكل خاص فيه هاي الأشياء كلها جديدة بس اللي إن وجدت في الإمارات كلها مرخصة ومعروفة عالميا الأسعار أي هم الأغلى وأي هم الأرخص؟ طبعا الحقا أقل سعر من الليزر الليزر بيجي أغلى الأرخص ما الحقا والليزر هو التأشير TCA TCA فيه مادة أمريكية معينة النتائجة كتير كويسة فهي نستخدمها بس كمان بدي خبرة لأنه إذا زدنا التركيز ممكن يساوي حرق فبدأ أمور دقيقة جدا والخبرة إلى دور كبير ما لازم عشان كده طبعا إحنا دائما نستضيف دكاتري اللي يتحدث عن هذه المواضيع التجميلية ودكتور تجميل تحديدة مو صالون أو أي شيء أكيد شكرا جزيلا للدكتور أتم منصور أخصائي جراحة تجميلية حدثنا عن طرق تفتيح لون الشفا شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا لنا